وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية والذي يستهدف تطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقني تبقى للمعايير الدولية في المجالات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في هذا الصدد تم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر وتحولها إلى مدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك بالإضافة إلى تطوير مدرسة ضمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية وتحولها إلى مدرسة إبدأ الوطنية في مجالي الخدمات الوشيستية وإصلاح وصيانة السفن ويتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030